بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد في الحلقة الماضية وصلنا إلى اللقاء الذي جمع موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر بعد أن فقد غلام موسى الحوت سيدنا موسى قال له ذلك ما كنا نبغ وارتد مرة أخرى إلى المكان وجد عبدا من عبادنا مسجى ببردة بدأ سيدنا موسى بكل أدب وتواضع واحترام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرجدة يطلب ويتمنى منه أن يوافق أن يكون تلميذا عنده وأن يكون طالب علم لديه فيرد الخضر بناء على ما يعلم من مواقف ستكون غريبة على موسى وربما لن يستطع أن يصبر عليها دون أن يسأل إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحظ به خبرا ما لا علم لك به فيرد سيدنا موسى بأدب أكثر بأدب فعلا يعني يدل على مدى حرصه ورغبته في طلب العلم ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا هنا الخضر وضع شرط قال له خلاص أنا موافق إنك تمشي معي بس بشرط إن اتبعتني إن مشيت معايا كنت تابعا لي فلا تسألني عن شيء وبعدين أراد أن يطمئن سيدنا موسى حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا بدأ سيدنا موسى والخضر يمشوا في الطريقة مشوا على ساحل البحر وهم على ساحل البحر رأوا سفينة رأوا سفينة أو مركب من بعيد فأشار لها الخضر فعرف أهل السفينة الخضر وكان رجل مشهور في هذه المنطقة والعلم عند الله فركب معهم مالت السفينة إلى الشاطئ وركب موسى عليه السلام مع الخضر وأهل السفينة يعني جعلوهم يركبون دون مقابل بدون أي شيء لأنهم عرفين هذا العبد الصالح وضيفه اللي هو سيدنا موسى أهل السفينة أكرموهم وأضافوهم ولم يقبلوا أن يأخذوا منهم ناول مقابل يعني مال في مقابل ركبهم معهم إذ بالخضر يأخذ ناحية من السفينة ويأتي بقدوم زي الفأس الصغيرة كده ويخلع لوحا من ألواح السفينة الخشبية الموجودة فيها فتخيل بيقتلع لوح خشب من الألواح الموجودة فيها معنى ذلك أن الماء سيدخل وإذا الماء دخل هيغرقه طب هل جزاء أهل هذه السفينة أنهم أكرمونا وأضافونا وجعلونا نركب معهم دون مقابل إذا كتخرب عليهم سفينتهم إنك تفعل معهم هذا الأمر لأن ده ممكن يؤدي فعلا للغرق ممكن يؤدي للهلاك فسيدنا موسى تعجب لكنه نسي الشرط اللي كان اشترطوا عليه الخضر يا موسى هناك شرط عليك إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى مش مقبول منك إنك تسأل ولا تتكلم ولا تعلق في النهاية سأخبرك بحقيقة ما يجري أو بحقيقة ما جرى فسيدنا موسى تعجب مباشرة وهنا الأمر من سيدنا موسى مش تصرع كما يظن البعض هو خوف على هؤلاء لأن سيدنا موسى عبر بذلك وقال أخرقتها لتغرق أهلها طب يا موسى منت موجود في السفينة ألن تكون من ضمن الغرقة مش هتغرق وتموت كمان معهم سيدنا موسى يعلم أنه نبي ورسول مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى والله الذي نجاه من فرعون والذي شق له البحر والذي فعل معه كل هذه المعجزات ليس هناك يعني أي مشكلة بالنسبة لسيدنا موسى ولا خوف سيدنا موسى يعلم أنه سينجو إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك وإذا قدر الله أن نهاية موسى تكون في هذا الموقف خلاص يعني لن ينفعه شيء فسيدنا موسى السياق سبحان الله ما أجمل وما أروع كلام الله أخرقتها لتغرق أهلها السياق على فكرة لو أنا ركب في سفينة واحد خرق السفينة هقول له هتغرقنا هتموتنا كلنا ليه لأن من ضمن الموجودين فكان المفروض سيدنا موسى لو هو بشر من البشر العاديين اللي زينا يقول له أنت هتغرقنا كلنا هتموتنا كلنا إنما هو عارف أنه هينجو وأن السفينة تحتمل بعض الوقت يعني حتى تمتلئ بالماء وحتى يظهر أثر الماء عليها وتغرق إحنا هننزل وهنمشي بس الممكن يحصل أن أهلها يغرقوا أهلها يموتوا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا الشيء العجيب الغريب ده اللي بتفعله فالخضر لم يرد على تساؤل سيدنا موسى بل علق وجله إيه ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبره أنا قلت أنت مش تصبر معي واتلاحظوا السياق في إيجاز في الكلام وفي زيادة بعد ذلك في الكلام في المرة الثانية فانطلق خلاص ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبره فسيدنا موسى قال له أنا نسيت لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة ما جرش شيء ما حصلش شيء يعني كلنا بننسى لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة وما تكبرش الموضوع عن حجمه الموضوع يعني أقل من ذلك أنا شفت أمر عجيب وغريب وخفت على الناس ونسيت إنك اشترطت علي أن لا أسألك ولا أكلمك في شيء حتى تبين لي حقيقة هذا الشيء انطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله لقوا غلام بيلعب مع مجموع من الغلمان فالخضر أخذ هذا الغلام في ناحية وقتله يعني فصل رأسه عن جسد والمهم من أنه قتله بأي طريقة كانت سيدنا موسى موجود معه يرى ما يصنع الآن قبل ذلك كنت تغرق ناس ما حصلش شيء لسه ممكن أن الناس يعيدوا اللوحة مرة أخرى إلى مكانه ولا تحدث أي جريمة ولا يكون هناك أي زاق لأرواح الآن جريمة أكبر أنت قتلت نفس أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا سلوب سيدنا موسى كان أشد الأول إمرا هنا نكرا شيء منكر أن تقتل نفسا بغير نفس هذا أعظم ذنب يمكن أن يرتكبه إنسان أن تقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنت تماما مثل من قتل الناس جميعا كيف تكون سفاكا للدماء كيف تكون قاتلا هذا أمر منكر هذا أمر لا ينبغي وكيف إنك عبد صالح وكيف إنك رجل صاحب علم كيف تفعل هذا هذا شيء منكر ولا يقبل أبدا ولا يبرر الخضر لم يبرر لم يبرر أبدا لكن جال لي سيدنا موسى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرة في الأولى جال ألم أقل إنك في الثانية قال ألم أقل لك إيه الفارق بينهم وليه سيدنا موسى كان أشد في الأسلوب والخضر العبد الصالح رد أيضا بأسلوب أشد على سيدنا موسى دا اللي هنعرفه بس بعد فاصل قصير أهلا بكم مرة أخرى إذن أسلوب سيدنا موسى كان أشد لقد جئت شيئا نكرى وأسلوب العبد الصالح كمان في الرد عليه ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرة نلاحظ في الأولى إن الخطاب ما كانش موجه مباشرة لسيدنا موسى إزاي العبد الصالح قال إيه ألم أقل إنك لن تستطيع أنا قلت أنت مش هتصبر معي إنما في الثانية زاد لك ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرة فكانت أشد فسيدنا موسى أراد إنه يهدئ من غضب العبد الصالح وقال إيه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يعني أنت مرة واثنين لو عملتها مرة ثالثة يبقى أنت كده خلاص عملت اللي عليك أنت عفيت عني مرة والثانية لا في الثالثة أنا أستحق وأنا أستحق لو سألتك بعد كده عن أي شيء خلاص لا تصاحبني أنا أستحق ودى اللي جعل العبد الصالح يهدأ ويرضى إنه يصاحب سيدنا موسى بعد ذلك ويسير وينطلق معه فانطلقا حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعما أهلها طلبوا منهم طعام وشراب فأبوا أن يضيفوهما ولعل هذا الرفض كان أيضا بتوجيه من الله سبحانه وتعالى إن ربنا جعلهم يرفضون أن يضيفوهم ليه حتى إذا قام الخضر بهذا العمل الطيب اللي هو إقامة الجدار اللي سينهدم اللي هو المعوج المائل هذا اللي سيقع فيعدله مرة أخرى ويقيمه مرة أخرى يكون أمر مستبعد وأمر مستغرب وأمر عجيب وكأن ربنا عايز يعلمنا ويقول لنا إيه إن دائما عليكم إنكم تفعلوا الخير حتى وإن لم يقدم لكم أحد الخير قدموا أنتم الخير أهل القرية قابلوا الناس ببخل لم يقدموا إليهم أي شيء ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل العبد الصالح يقيم ذا الجدار يعني يعمل الخير طب هم لا يستحقون إن أنا أعمل معهم خير أنت تستحق إنك تكون من أهل الخير أنا مليش دعوة بالأطراف الأخرى هو أنا بأعمل الخير عشان الناس ولا عشان نفسي وعشان ربنا دائما يقول لك اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله فإن صادف أهله فهم أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله أنت أهل لأنك تفعل الخير دائما يعني أنا بأعمل الخير لو جاب الناس يستحقون خلاص هم فعلا يستحقون لو جاب الناس لا يستحقون أنا أستحق إن أعمل الخير فأنا بأعمل الخير أولا لنفسي طبعا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أيا ما صادف هذا الخير صادف ناس تستحق هذا الخير خلاص يستحقوا صادف ناس لا تستحق هذا الخير أنا أستحق إن أعمل الخير أنا كإنسان أستحق إن أنا أعمل الخير مش بأعمل الخير للناس عشان يستحقوا أو ما يستحقوش عشان كده من الجمل الغلط اللي كلنا بنقولها والله خسارة فيهم المعروف خسارة فيهم النصيحة خسارة فيهم كذا طيب خسارة فيهم خسارة فيك انت بتستقل وتستخسر في نفسك الخير وتستخسر في نفسك المعروف طيب هو أنا بعمل خير ليه أنا بعمل خير عشان الناس تردي للخير بخير ولا بعمل الخير عشان الناس تتكلم علي لو بعمل الخير عشان الناس تتكلم علي اعرف ان عملك باطل لان ده رياء وبعدين اذهب مش كنت بتعمل عشان يقال كريم ويقال شجاع تعرفين اول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة يا الله والله الحديث ده مزلزل فعلا كل الواحد ما يقرأه لا يتملك نفسه اول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة واحد استشهد فيما يبدو امام الناس في سبيل الله والثاني كان بيعلم الناس العلم فيما يبدو ابتغاء وجه الله والثالث كان بينفق الاموال فيما يبدو ابتغاء وجه الله ده اللي ظاهر امام الناس لما يجي يوم القيامة ويتبين ان اللقاءة لهذا واستشهد كان غرضه ان يقال عنه شجاع ويقال جريد وان اللي كان بيعلم الناس وبيطلع وبيقدم برامجه وبيسوي كان غرضه ان الناس تتكلم عنه وتقول العالم والثالث اللي كان بينفق الأموال كان غرضه وجصده إن الناس تقول عنه كريم دول أول ثلاثة بيتصعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله لذلك إحنا لما بنعمل الخير المفروض بنعمل الخير ابتغاء وجه الله مش عشان الناس تتكلم عنه ولا عشان ننتظر رد الفعل من الناس إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة يعني يا رب نسألك يا رب أن ترزقنا الإخلاص وأن تبعد عننا الرياء والكبر والعجب والغرور لازم ننظف قلوبنا فالرسالة هنا الخضر بيعلمنا إنك تعمل الخير حتى وإن كان من وجهة نظرك إن الناس دول لا يستحقون أنت تستحق إنك تعمل خير أنت مش منتظر كلام من حد ولا مقابل من حد ولا ثناء من حد سيدنا موسى طبعا سأل الخضر غريبة قال له طيب إحنا ممكن ناخد مقابل ناس مروا بفترة طويلة من الألم والجوع والجهد والمشقة ناخد مقابل لو شيء تلاتتخذت عليها أجر قال له هذا فراق بيني وبينك خلاص إنت وصلت وإنت اللي حكمت على نفسك إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وإنت سألتني الآن خلاص هذا فراق بيني وبينك سأو نبهك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا اللي ما جدرتش تصبر عليه طيب الأولى السفينة هذه كانت لمساكن يعملون في البحر وكان في ملك ظالم بيأخذ كل سفينة غصبة كل سفينة سليمة خالية من العيوب فلما يكون فيها عيب الآن الملك يشوفها يلاقي إنها قريبة من الغرق يقول لك لا لا تصلح فيتركها يعني يا موسى احنا عملنا أخف في الضررين حتى ننجيهم من إن الملك يأخذ سفينتهم الغلام الثاني أو الغلام اللي قتل في الحالة الثانية كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقوا ما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا رحمة هذا العلم عند الله سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى أراد ذلك وطبعا يعني هذا لا يحدث دايما في الحياة إن كل مثلا ممكن يطلع إنسان فاسد فيقتل لا دا القصة إن ربنا يريد أن يري سيدنا موسى وأن يرينا أيضا وأن يعلمنا الحكم اللي من أجلها بعض الناس تعيش بعض الناس تموت أنت لا تدرك الحكمة لا تدرك الغاية أشياء بتحدث أمامك لا تتحملها وتكتشف في النهاية أنها خير بالنسبة لك مصائب تنزل على الإنسان ويظن أن الدنيا انتهت يفقد أحد والدي يفقد أحد أبناءه يفقد أي حد فيظن أن العالم انتهى وأن الدنيا قد انتهت فيكتشف بعدها أن هذه الشدة أو هذه المحنة يأتي بعدها منحة من الله سبحانه وتعالى لا أحد يشعر ولا أحد يعلم أين تكمن المنح الإلهية العظيمة الأمر الثالث الجدار هذا كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا دا اللي انت ما جدرتش تصبر علي موسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت لو أن موسى صبر أكثر وددت لو أنه تحمل ولم يسأل أكثر كان علمنا وكان أخبرنا عن هذا العبد الصالح وما سيحدث وما سيكون بينهما من أمور طيب الخلاصة أنت لا تعلم الحكمة الحكمة علمها عند الله المحيط والعالم بكل شيء فلذلك لما يأتيك شيء من أمر الله ارضى به بعدين ستظهر لك الحكمة فيما بعد وستكتشف أن هذا هو الخير المصيبة اللي كنت تظن أن فيها هلاكة كن فيها نهايتك وكنت لا تتحمل ولا تستطيع الصبر عليها بعد ما تمر عليها سنين ربما لو سألك شخص إيه أجمل اللحظات في حياتك أو بتدين بالفضل المين تقول والله لهذه اللحظة مع أنها كانت من أصعب وأشد اللحظات إلا أنها كانت على مفارقة في حياتك سبب بعض الناس بتترك أعمالها مثلا بتونها خدمتها فتسود الدنيا في وجهه وإذ بيه يخرج من أين أعمل ومن أين أطعم أولادي وماذا أصنع فيكتشف بعدها أن المطلوب منه أن يكون في شدة على أساس يفكر أنه يبدأ بعمل جديد فتتحول وتتغير حياته من هذا العمل اللي هو محدد وبرتب معين ووظيفة محددة بعد ذلك إلى عمل كبير فلما تذكر أجمل موقف مرة عليك مرة في حياتك يقول والله حين أنهيت خدماتي مع أنها في وقتها كانت أصعب وأسوأ لحظة تمر به وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم اتركوا الحكم لله تواضعوا لعلمائكم تواضعوا لأساتذتكم تعلموا الأدب والاحترام احرصوا على طلب العلم دي كانت الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها إلينا من خلال قصة نوسى والعبد الصالح نتمنى أن الرسالة تكون وصلت ونحن نكون فهمنا ورضينا بما قسمه الله وأن يكون عندنا رغبة في العلم وأن يكون عندنا أدب وتواضع في طلب العلم وصلنا وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على وعد بلقاء جديد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة